كمان كلامنا في الرياضة والحقيقة انه فيه متشاط مهمة جدا بتابعها جمهور الكورة عندنا فيه بطولة كاس مصر الاهلي فاز يعني بصعوبة على مصر مقصة عشان يقابل المؤولين العرب في دور التمانية الفاز منهم هلتقي يسموحها في قبل النهائية ايضا الزمالك النهاردة عنده نهائي مبكر في الكاس ده غير المنافسات القوية في الدوريات الاوروبية على رأسها طبعا ليفر بول اللي عنده مواجهة نهاردة مع كويستل بالس هنتكلم اكتر النهاردة مع ضفنا لنورنا في الستوديو محمد جمال الناقد الرياضي صباح الخير ونورنا صباح الخير صباح الخير عليكم طيب مباراة الاهلي مبارح مع مصر مقصة شايفها ازاي فوز كان صعب ونحن نقول فوز صعب مع الاهلي ومصر مقصة هنا لازم على ما تستفهم طبعا زي ما حقولت الفوز كان صعب مبارح الاهلي كان بيلعب في مصر المقصة في دور التاشر يمكن المقصة هبط خلاص للقسمة تاني من الدوري احتل المركز الأكير يمكن من أول الدوري هو مستوى مش الأفضل والنادي الاهلي للأسف بيمر فترة يمكن هي الأسوأ فيه خلال الفترة الفاتحة دي وخلال السنوات الأكيرة من بعد رحيل بيتسو موسيماني والتعاقد مع ريكاردو سوريش ولكن الاهلي ما قدرش ان هو يظهر بشكل كويس حتى مع قرار الادارة بالدفع بين لعبين الشباب مع لعبين العائدين من الإصابة ما حصلش لحد الوقت يخلص المسج أو حصل حتى القيادة الفنية ريكاردو سوريش أو الظهور حتى بشكل كويس أو يضع بصماته على فريق الاهلي في لعبين بارح حفاظ براكل الجزاء في دي 92 أو 93 فكان ممكن يدخل وقت إضافي وكان ممكن يدخل ركلات جزاء أمام المقصة وكان ممكن يتعرض لخروج أمام مصر المقصة فده أكيد يعني عامل حالة كده من الزعل شوية بالنسبة لجمهير النادي الآلي نحي التنى المقصة كإدارة هم شايفين هم قدموا مبارات كبيرة جدا كودعية للكرة المصرية لأنهم نازلين خلاص للخزمة التاني ولكن النادي الآلي تحديدا أكيد فيه يعني حزن عند الجمهير بسبب الأداء هم خلال الفترة فاتت خسر بطولة الدوري يمكن لسه ما تحسمتش بشكل رسم النادي الزمالك ولكن خلاص بالنسبة 95% أصبحت النادي الزمالك خسارة كمان لنهاية دورة أبطال أفريقيا فكل الخسار دي أكيد بتؤدي لي يعني عدم استكرار قوة النادي الآلي عدم استكرار فني بالنسبة لي المدير الفني مازال حتى الآن النادي الآلي لم يتعافى بعد رحيل بيتسو موسمائي السؤال محمد النز علانة جدا من أداء النادي الآلي في كل المباريات السابقة يعني تفتكر السيناريوهات اللي ممكن يعود بيها لسابق عصره وسابق مجده تبقى عاملة ازاي قدامنا فرص ايه علشان نشوف القلعة الحمراء في مكانها الحقيقي واجهت نظري أنا واجهت نظري فيه معد اللاعبين خلاص يعني تشبعهم من البطلات وتشبعهم من المستوى اللي هما ظهروا بيه قبل كده مع النادي الآلي وانا شايف ان هما خلاص يعني ممكن يكونوا وصلوا للمرحلة الأكيرة مع النادي الآلي من هما ممكن يدول الفريق خلال الفترة جاية بالنسبة لي الشق الفني فانا شايف ان ريكاردو سوارش من المدربين الكويسين وكل حاجة بس لا يرتق بيطه محاطن نادي الآلي نادي الآلي الراجل ماسكو بعد بيتسو موسماني اللي حقق اتنين دوري أبطال أفريقيا وربعض حقق اتنين برونزيت كاس العلم الأندية وربعض فجاي بطموح تاني خالص فانت المفترض ان انت هي اتحاق أفضل منه يما ما تقلش اللي كان محاقه بالنسبة له فريكاردو سوارش مدرب ما عندوش خبرات خالص في الكرة الإفريقية ما عندوش خبرات مع أندية جماهيرية عندها بتحاق بطلات راجل طوال السنوات اللي فاتت كان مدرب في البرتغال يمكن هي الموسم اللي فات ولي كان الأفضل بالنسبة له مع فريق اسمه جيل في سينتي وهي خالي المركز الخامس فيها الدوري البرتغالي فما فيش الطموحات أو الضغطات الجماهيرية الكبيرة جدا اللي تخليه يكون فريق بحجم النادي الأهلي دايما عنده طموحات دايما عنده تحقيق البطولات أهم شيء فانا بقعد أفكر طب ممكن سوارش يعمل ايه في مبارات أفريق ممكن سوارش يعمل ايه في مبارات دوري أبطال أفريق ما بالك في مبارات الدور المصري لو فريق عمل قدامه لعبة معينة أو عمل قدامه شكل معينة أو قفل دفعته بشكل معين هيقدر أنه ممكن يشكل خطورة كبيرة جدا على النادي الأهلي لأنه ما عنده حلول مدرب ما عنده حلول على الدكة ودي بنيت جدا وممكن دولة نقدر نحكم يعني كان في الفترات اللي فاتت يقول لك ما ينفعش نحكم على ريكاردو سوارش لأنه رجل لسه ماسك وفي ظروف وفي إصابات ومسك في وسط الموسم ولكن مع مرور كل المبارات دي وسط الظروف دي كلها الزمالك وبطل الدوري الزمالك أفضل فريق دلوقتي في مصر أفضل لعبين في مصر لعبين بيمروا فترة كويسة جدا على الناحية الثانية النادي الأهلي المدرب ما قداش بصمة الصفقات الجديدة الأكيد طبعا هتخلي النادي الأهلي بشكل أقوى بكتير في اللي داخل فيها طبعا مجلس يدرب راست كابتن خطيب داخلين فيه قدة صفقات عشان يتعاقدوا معا خلال الفترة اللي جاية بجانب برضو اللاعبين اللي قلت لك ممكن يرحلوا خلال الفترة جاية لأننا شايف أن فيه لعيبة كتير جدا في النادي الأهلي أصبحت يعني مش هتبقى قدل طموحات للفترة الجاية طيب أستاذ محمد أفهم من كلامك أنه يعني من خلال حديثك قلت لنا أنه فيه عدد من اللعيبة في النادي الأهلي طبعا لعيبة أصحاب الخبرات اكتفوا من البطولات خلاص لكن على جانب آخر فيه برضو شباب بلزبط ممكن ما يكونش لسه عندهم الخبرة الكافية هنا بقى يعني ايه الوضع نحن نتكلم في الجزء الجزء اللي عنده خبرات اكتفى والجزء التاني لسه ناقصوا خبرات وزي ما احنا شايفين الوضع فإيه المفروض يحصل دمج زي ما بلتو قلتو لازم يحصل دمج ببين شباب وبين الخبرات منفعش أدي الفترة كلها شباب وهم لسه ما عندهمش الخبرات الكبيرة جدا او اللعيب باللغة الكورك ده اللي يشيله في الملعب فمحتاجين خلال الفترة الجاية ان هو يحصل دمج فيه لعيبة صغيرين في السن في النادي العالي كواسين فيه فيه احمد نبيل كوكا فيه احمد سيد غريب زار بشكل كواس جدا فيه يعني من قبلهم بقى اللي كان زار قبل كده كان فيه احمد عبدالقادر زار فيه محمد أشرف البكليفت زار فيه عبد المنعب موجود من اول السيزون كواس جدا مع النادي العالي يعني برضو في الاول في الاكر دول العبين شباب محتاجين اللي في الملعب يبقى كابتن معاهم يبقى قادر ان هو يخليهم يتفوقوا خلال الفترة جاي صلاح محسن وحسام حسن يعني تفتكر ان هم فعلا اخذوا الفرص بتاعتهم انا شاف صلاح محسن خد فرصه يعني حسام ممكن يكون ده اول سيزون فلسه يعني بيشتجل ولكن انا شاف ان صلاح محسن خد فرصه بشكل كبير جدا وصلاح ما عندوش قصة التطور انا بشوفه مش مركز خلص في المباريات غلطات يعني صعبة جدا انها تحسن من اللعيب هو اصلا جاي برقم عالي جدا من نادي ام بي في 2018 فان انت يبقى بقى لك 4 سنين في النادي الالي وتخرج وعرى وترجع وكل الكلام ده ما تحققش اصلا اي ناجحات مع الفريق اعتقد ان الموضوع صعب في الاستبرار او حتى من ثقة الجماهير فيك محمود وحيد برضو الباكليفت انا شايف ان هو محققش من ساعة من نادي الالي اي انجاز ممكن يذكر خلاله مقدرش انه ينافس لعيب بحاج معلي معلول مقدرش انه يكون كمان حتى البديل الانسب لعلي معلول انه معلي معلول ويغيب محمود وحيد يكون موجود الصباط ممكن تكون كمان كتير بالشكل اللي ممكن يخليه يغيب على النادي الالي شايفين دوقتي شاب صغير محمد اشرف هو اللي بياخد المباريات بعد طبعا غياب على المعلول بسبب الاجازة اللي حصلوا عليها شايف برضو قصة لويسمي كيسوني والصفقة انا شايفها الاسوأ في تاريخ النادي الاهلي هو لويسمي كيسوني اللعب المزنبيكي لعيب سيء جدا لعيب لا يرتقي باللعب اصلا في الدور المصري انا ما اعرفش ليه جي النادي الاهلي فانا بشوفه انه برضو لعيب يعني لابد انه يرحل كلال الايام اللي جاية لابد ان النادي الاهلي ما يدلوهش فرص اكتر من كده النادي الاهلي حاول تسويقه لانه هو بالفعل لعيب يعني ما بيقدمش اي شيء لا يعني برهن عالمين انه هم ممكن انجاحوا على ندي الاهلي لا فيه لعيبة ممكن انتعوت في النادي الاهلي فيه لعيبة مميزة في النادي الاهلي لازم يقعد في النادي الاهلي لازم حتى لو فيه هبوط ومستوية لازم ان انت تتكلمه لانه هو لعيب الدكب لانه عنده رصيد ليك يسمح باستمراره لعيب برضو زي حسام حسن انا شاف انه ممكن يجي مع الوقت لانه طول ما هو موجود في الملعب بيديك بيحاول انه يظهر بشكل كويس لعيب زي محمد شريف لابد انه يقعد في النادي الاهلي ما يفعش انه يدخل في اصباقات حتى تبدو له رجل هدف الدوري السنة اللي فاتت ب22 جول فطبيعي جدا عنده الامكانيات اللي اتوهله للبقاء في النادي الاهلي رغم ربيع انا شايف انه هو اكتسب العودة لمستوى من جديد خلال المبارات اللي فاتت دي مع النادي الاهلي وقدر انه يفوز يسجل هدف مباري حدف فوز على المقصة قبلها راكل الجزاء برضو امام النادي المصري العنيد بوكادة كابتن حسام حسن فرامي بيجيب مستوى قائد في الملعب يقدر يكمل انا شايف برضو علي لطفي حدث المرمى لما اخذ فرصة لما الشنوه اصبح دولاتي برضو في اجازة شايف علي لطفي ظهر بشكل كويس مصطفى شوير لابد من عدم رحيله برضو لانه حارس شاب وكويس برضو مع الشنوه موجود مع لطفي فانا شايف ان فيه لعيبة ممكن تتعد مع النادي الآلي لكن فيه لعيبة نفذ رصدهم كده لو نقولهم بالاسماء يعني صراحة محسن اشايف ان اصبح خلاص برضو لعيب زي محمود وحيد لعيب زي لويس ميكي سوني علامات استفاهم كبيرة جدا على مستوى محمد هاني اللي من 2013 في الفريل اول مبارح ارتدى شارة القيادة ولم يتطور بشكل كبير جدا مع النادي الآلي لعيبة البرس تاو برضو ليه ليه محمد هاني يعني محمد هاني اداؤه لا كان لعيب كويس جدا بس هو وقف عند لعيبة معين ليه وقف عند لعيبة معين ما دي مشكلته يعني احنا برضو لنبص ناحية تانية لو هنقارم بالعيب مصر طب خلني اسألك بقى سؤال في الحتة دي امكان انت خلال حديثك قلت انه محنا من التكلم على فكرة انه اصحاب الخبرات في اللعيبة اكتفت ما احنا برضو عايزين نقول انه اللاعب في الملعب هو اداؤه يتعامل مع اللعيبة بشكل كبير خاصة اصحاب الخبرات انا شايف ان نسوالش اصلا برضو اكيد زي ما هو جاي في ظروف صعبة ظروف خسر الدوري لعيبة موجودة لعيبة مصابة لعيبة خدت اجازة كل الكلام ده انا اتعمام فيه وعارف انه هو ما خدش الفرصة مع اللعبين بشكل كامل بس في لعيبة موجودة انا مش بكلم عن الغيابات انا بكلم عن الموجودين لا مفيش بصمات ليه خالص تماما مفيش زهور ليه بشكل طيب مش قدش في الملعب انه ممكن يغير لك تغييرها تخليك تحس ان فيه مدير فني قاري الملعب بشكل كبير لو فريق يعنى ملعب بيرامدز وملعب الزمالي انت تقدر تحكمها على مداري بالنادي الآله لما يلعب فرقة كبيرة بحجم النادي الآله هم بيرامدز ومالنادي الزمالك لما اجي بيرامدز وطولت الدوري بيرامدز سقطر على المباراة بشكل كبير جدا وقدر يفوز بنتيجة 2-0 مبارات حتى الزمالك في نهاية كاس مصر احنا شفنا قد إيه الزمالك وصل بكوراته على النادي الآلي كورات خطيرة جدا دفاع متقدم بشكل غريب جدا يعني معناه أنه هو مشقاري المبارات بعدها على طول غير طريقته من 4 ل 3-5-2 أو 3-4-3 بمشتقطة بحيث أنه يلعب بتلاتة دفاع مع الباكين بحيث أنه يدفع بخمس لعبين ويظهر بها خلال الفترة اللي فاتت ولكن بيلعب بها في مباريات ما ينفعش يعني أنت لما تلعب مصر المقصة سواء في الدوري أو حتى في كاس مصر مصر المقصة بيهبط للقسم الثاني أنت محتاج كنادي لها لأنك تضغط عليه وأنك تسجل هدف الموكلة لكن ما تلعب مصر المقصة بخمسة مدفعين هل أنت كده ممكن تكسب مصر المقصة؟ أنت حتى لو قدامك الفريق ما عندهش حلولة هجومية فأنت أصبح ما بعيدش عندك حلولة هجومية بالخمسة الوراء يعني أنت خلاص مسبت خمسة من فرقتك وراء بجانب الحارس ستة بجانب اتنين ارتكاس فص الملعب تمانية أنت داخل على فريق بثلاث لعبين فمش قادر أنك تحط أصلا خطة والسراتيجية خلال فترة جاية برضو شفناها في حتة التعامل مع كابتن سامي أمصان المصري فيه الجهاز الفني وشفناها ودي لقطة النادي الألبين فيها بس أنا إحنا لنا عليهم بنشوف ونخش المباريات وبنتابع لا الراجل ماني أنا سامي أمصان يقوم يوجه اللعبين في المنع ماني سامي أمصان كان مدير فني مؤقت كان مدير فني مؤقت وشفنا برضو كان عامل يعني كان بيه أداء كويس جدا بالضبط يمكن خسارة سموحها هي لترتة اتنين ولكن النادي الأعني كان بيقدر يرجع في المباريات النادي الأعني كان بيقدر يكسب مباريات كتير جدا حتى لو المباريات اللي هي ممكن نقول سهلة بالنسبة للفريق بس كان بيكسبها بشكل مريح ولكن أنت لما جيت يا ريكاردو أنا شايفه في مبارات المصري بيقول سامي أمصان عطت ما تقومش ودي تلع تتنفت ولكن أنا بيقول لك ولنا شفنا بعينينا وهو بيقول لعض ما تتكلمش تفضل عض وقعدوا فعلا على الدكة بشكل كبير جدا ما عندش مشكلة أنك تكون شخصية ما عندش مشكلة أنك تعمل كل الكلام ده وتنفرد به الأمور الفنية ولكن يبقى ليك بصمات واضحة على العبي لكن احنا مش شايفين بصمات واضحة على العبي طيب خلينا نروح للزمالك والإسماعيل النهاردة لبما لقاء مرتقب ما بين الدرويش والفارس الأبيض يعني حيعملوا إيه؟ فرص مين أقوى في ظل برضو يعني تنافس الإسماعيل القوي ومحاولاته للحصول على الألقاء جديدة كلا بصراحة الزمالك هو فرص الأقرب تمام الزمالك بيقدم موسم رائع موسم استثنائي أول الدوري برصدي 72 نقطة خلاص أصبح قبقى وسائنا وأدنى من الفوز ببتلت الدوري السندي عنده موبراطين الموبراطين الجيين فاركو والتحاد سكندري لو كسب ست نقاط يطوج رسمين ببتولة الدوري ويحتفل أمام الاتحاد نادي الإسماعيلي يمكن رجع من بعيد أول نادي الإسماعيلي رجع من بعيد أول بعد ما كان قارب من الهبوط خلاص لقسم الثاني وخلافات إدارية ومشاكل بين اللاعبين ومشاكل من الأجهزة الفنية وتغيير أكتر من جهاز فني ولكن يجي كابتن حمزة جمل ومدريك كرة كابتن حسن عبد الربو ويقدروا مع اللاعبين أنهم يعودوا في بطولة الدوري وتواجهت دلوقتي في المركز التاسع برسيد 36 نقطة فده أنا بشوفه إنجاز كبير جدا من نادي الإسماعيلي أنه يعود في الدوري السندي أنا عارف نادي إدارية إسماعيلي ممكن تزعل ولكن أنا مقصدش التقليل ولكن النادي الإسماعيلي كان فعلا رائب من الهبوط السندي كانت تزوله صعبة جدا من نفس مجلس الإدارة وكل المحيطين بمجلس الإدارة وكل الرايبين وكل الصحفيين اللي بيغطوا النادي الإسماعيلي يعتبره مجالية ولكن يجب أن它 كان موسم الأصعب للنادي الإسماعيلي يحسب للعابين يحسب لبائر المحمدي وفوزي ومجبولي وإحمد مصطفى وكل اللاعبين دي وعبد الرحمن مجد لعيب النادي الإسماعيلي المميزين أنه هم قدروا أنه يفوزوا أكثر من المبرأة قدروا أنهم يعودوا بهم في بطولة الدوري سواء سواء فيوتشر مباراتين جميلين جدا قدروا أنهم يفوزوا على الجونة المنافس المباشر ليهم على الهبوط 3-0 في مباراكات كوية جدا في الجونة. قدروا أنهم بالفعل يعودوا في طولة الدولة ويتفاقوا على عدد كبير من الأندية. النهاردة مباراة الكاس مباراة مختلفة. مهما كان مستواك. هذه مباراة أهل. مباراة 90 دقيقة على حسب حالتك. ممكن تتعالي دورة 8. طريق الزمالك صعب في كاس مصر. أنا أشوفه أصعب كتير جدا من نادي الأهل. نادي الأهل خلاص فازن بارح. هلعب المقاولين للعرب المباراة القادمة. والفائز منهم هيواجه سموحة في نصف النهائي. فأنت عندك الكدرة كنادي الأهل. لكن تكون الأقرب للنهائية من بين كل هذا. يعني أنت أقوى من مقاولين ومن سموحة. ولكن الناحية الزمالك موقفه ممكن يكون أصعب شوية. فطريقه أصعب كتير جدا من نادي الأهل. اللي النهاردة عنده الإسماعيلي. لو تخطى الإسماعيلي أو الإسماعيلي تخطى الزمالك هيواجه المصري. الناحية الثانية فيه بيراميدز والبنك الآلي بيلعبه. فممكن نقول لو الأقرب بيراميدز. ولو الأقرب الزمالك النهاردة. هيصبح نصف النهائي الزمالك والمصري. ثم الفائز بيراميدز. يعني الزمالك طريقه الإسماعيلي مصري بيراميدز. لكن الناحية الآلي الطريقه مقاولين ثم سموحة. فلو بسرنا على الطرق. اللي الزمالك أقول. النهاردة يمكن الزمالك عنده فرصة نفوس. فرصة أكبر بكتير جدا من نادي الإسماعيلي لكن نادي الإسماعيلي عنده فرصة برضو أنه لو قفل خطوطه ويقدر يحد من خطورة خاصة نزيزه على نادي النهاردة الإسماعيلي هيقدر أنه ممكن يكمل مع نادي الزبالك اللي قدام شيئا خلال المباراة الإسماعيلي أعتقد بيلعب عن قصة أنه يتعادل ويوصل لأشواط ضفية أو حتى ركلات أترجيح ويسيب بها خلاص الحظ بأول اللي يقول كلمته أو الأمورة اللي تقول كلمتها ولكن الزبالك لو سجل هدف في الشوت الأول أعتقد الأمورة تكون منتعية طب غياب الوينش هيأثر زي على سير المباراة بصي فريرا ممكن يكون وصل الزبالك لمرحلة لما اللعيب بيغيب في بديله أو فيه اللعيب اللي ممكن يحل مكانه خلال فترة الفت الزبالك الوينش لعيب مميز جدا ولعيب راجل في الملعب ولعيب منتخبص ولكن النهاردة هو الراجل ظهر لنا أكتر من اللعيب مميز جدا فده برضو القصة اللي كنا نحن رجب تكلم فيها قصة الشباب الراجل طلع علينا حسام عبد المجيد طلع علينا السيد نمار طلع علينا لعيب زي طبعا سيفر وجعفر طلع علينا لعيب زي يوسف أسامة نبيه كل اللعيبة دي تحسب لفريرة كمان تطوير لعبين زي إمام عشور وزيسو فكل اللعبين دي لما يتطوروا ويظهروا بشكل كويس يقدر كله يتطوع النهاردة أنا شايف أن عبد الجاني ممكن يبقى ليه دور في حتة خط الدفاع جانب حسام عبد المجيد وسيد نماري يكون موجود بشكله طبيعي وإمام وزيسو وكل العيبة وصف الدين الجزيلي زي مالك هيكون برضو فولتيم بشكل طبيعي جدا طب خلينا نتكلم على بقى ما تشط الكاس يعني صعود الأهلي صعود البنك الأهلي وصعود سموحة هل أنت شايف أن الصعود ده منطقي في ظل الحاجات مبارات البنك الأهلي كانت هي أفضل مبارات المسلم ده من وجه الطازري مبارات البنك الأهلي وإم بي في دول الستاشر ويفوز البنك الأهلي بعد التعادل الأربعة أربعة الفوز براكلات الترجيح فأنا شايف أنهم وراكات رائعة وسوبر هاتريك لناصر منسي مهاجم البنك البنك هيكون منافس قوي جدا السنة الجاية في الدوري هيكون منافس على المراكز اللي هي الأربعة الأولى اللي هيوصل بطولة أفريقيا فريق يعني برضو البنك هي لها بيرامدس برضو فريق مميز فريق كلنا شايفينه في الدوري عنده لعبين هم كلهم خبرات ولعبات دولية النحية الثانية برضو سموح أمبارح الفوز 2-0 على فريق منتخب السويس شراحة الرائعة يعني فريق بنعم على دمكانياته فريق قدر يفوز على طلع الجيش ويخرج طلع الجيش المسم ده اللي عمليه مسم كويس تخرجه من الكاس وواجه أمبارح سموحة شايف أن المولين العرب برضو على الرغم من مستقفى الدوري يمكن مش الأفضل ولكن برضو صعود الدوري الثامنية ده شيء كويس ونواجه النادي الآل ده شيء كويس الكاس السندي كويس الكاس السندي في ميزة كمان هو سريع واتيرة سريعة فالناس ممكن تكون حبة أنها تشوفه ما فيش قصة أنك تلعب دوري الستة عشر وتستنى بقى ثلاث شهور وبقى تلعب دوري الثامنية ثم يتم بتحديد تاني ثلاث شهور ودوري الأربعة فده بيخلي الناس تخرج من شغف المباريات ولكن دلوقتي الواتيرة سريعة جدا فريق وصل النصف النهائي النهاردة هيكون خلاص كل الأندية في دولي الثامنية يتحدد موعدها خلال الفترة الجاملة جانبت حدي الكورة ثم يلعبها ان شاء الله خلال شهر سبتمبر وممكن الفاينال يكون في شهر أكتوبر ثم نروح سريعا للدوري الإنجليزي النهاردة في مباراة بين ليفر بول وكريستل بالس شايف المباراة دي ازاي شايف المواجهة دي ازاي خاصة كمان بعد الماتش التعادل اللي حصل في أول مباراة في الجولة الثانية كان ليفر بول بدأت دوري بيتعادل أمام فولام في نتيجة طبعا واحد واحد كان ممكن تكون كانت نتيجة مفجأة شوية جامعة ليفر بول في مصر خاصة انك تتعادل قدام فولام في الدولة الدولة ولكن اللي شاهد المباراة هي المباركة في ملعب فولام دوري الإنجليزي قوي دوري الإنجليزي ينفوش نتيجة متوقع فيش فريق بطل ممكن يخسر أو ما يخسرش لأ كله بيخسر هناك وكله بيتعادل هناك فلا يمكن المباراة النهاردة يكون صعبة شوية صلاح بيقدم مواسم استثنائية بيكمل في مصيرته صلاح السنة اللي فاتت بعد ما اخد هداف الدوري اللي مرة الرابعة في خمس سنين في الدوري الإنجليزي فده نجح كبير جدا السنة دي بدأ برضو الموسم بهدف وأسيست قدام فولام النهاردة عنده كريستال بلس بنافس لعيبة السنة دي هتكون مميزة جدا علاقة بالهداف زي إيرلينج هلن طبعا مهاجم ماتشيسر سيتي وهاريكين مهاجم توتينا ومتروفيتش حتى العفولة من اللي بتلا يسجل وزر بشكل كويس فانا شايف ان صراح عنده النهاردة القدرة ان شاء الله ان هو يسجل فريق كريستال بلس كريستال بدأ الموسم بخسارة أمام أرسنال الاتنين سافر فانا شايف ان ليفربول النهاردة على ملعب أنفلد على ملعبه وسط جمهوره الساعة تسعة بالليل فانا شايف ان الموراعة تكون بشكل كبير جدا هل ملامح الدور الانجليزي ظهرت ولا لسا برضو من قدرش نحكم في ظل وجود مفاجآت في هذا الدور يعني انت عارف أكيد بس من قدرش نحكم ولكن يظل الدوري الأقوى في العالم الدوري الناس كلها بتنتظروا يمكن صراح حببنا في الدوري الانجليزي أكتر بقالنا خمس سنين كلنا خلاص مش منتبعوا كل الناس في الشوارع دلوقتي لازم الدوري الانجليزي يكون شغال لازم ناس كلها مستنيوا مطاسرين تفرج على الدوري الإسباني الدوري الإيطالي كنا مقاسبين شوي كنا مقاسبين شوي عشان كان كريستيانو وميسي في ريالو برشلونا كان فترة من فترات لكن دلوقتي احنا كلنا وراء صراح بنحب صراح يعني فرحانين عندنا لعيب من التوب سري خلاص في العالم لعيبهم الأفضل تلاتة في العالم بلا شك يعني فدلوقتي صراح ما يبقى الهدف بتاع الموسم هذا صراح 152 جول في خمس سنين فده يعني رقم كبير جدا ومش هتحققتين وشكارتين احنا فعلا قدام أسطورة حقيقية يعني مصرية بجد على الأراضي إنجليزية اللي متابع الكورة واللي بحب الكورة أو حتى اللي بحبش الكورة عارفت دي صراح فرق في اسم يعني في انتشار اسم المصر بشكل كبير جدا في انه هو يدي صمعة طيبة جدا للكورة المصرية لمصر بشكل كبير جدا هناك صراح هناك دلوقتي بالنسبة لجمهير اللي في ربول مش قادر أقول لك ممكن يكون وصل لمرحلة عاملة ازاي صراح حتى في فترة الانتقالات وفترة التجديد تعقده قبل الموسم ده ما يبدأ كانت فترة بالنسبة للجمهير على دغواتك كبيرة جدا الجمهير كان بالطلبه بشكل كبير جدا بالتجديد صراح جدد بطلباته بربعمائة ألف جنيس تريني أسبوعيا طلباته وهو من الأغلى دلوقتي اللاعبين موجودة في العالم وفي الدولة الإنجليزية فصراح بيقدم مواسم ممتازة الموسم ده السنة ده هيكون المنافسة صعبة جدا ما بين ليفر بول وبين مانشستر سيتي ستظل هي هي زي الموسم اللي فاتوا اللي قابله يمكن توتن هام وتشيلس ظهروا بشكل كويس ومبارح شوفنا المبارات خلس 2-2 وكان فيه خناقة كده ما بين أنطونيو قونتي وتوماس توخل المدربين بتاعة تشيلس وتوتن هام شايف برضو أن أرسنل بيقدم موسم مميز بعد التعاقد مع جابريل خصوص وزنشينكو شايف برضو قصة الفرق ما ظهرتش الحادلات بشكل كويسية منشستر رونايتد لما تبدأ الموسم بك يابو قيادة كريستان دورنالدو وتخسر مباراتين أمام برايتون ثم تخسر أودابل انتفورد 4-0 لا والمبارات جاية لك قدام ليفر بول فممكن توصل لثلت خسائر فأول موسم ليك كاتين هاجر مدير الفني أو حتى المانشستر رونايتد إنها تلعب أول ثلاث مواسم أول ثلاث مبارات في الدولة الإنجهيزة وتخسرهم هيكون صعب جدا جدا على منشستر ده ملامح البريمير ليج لحد الوقت في أول أسبوعين ولكن هي ظل أول أفضل في الدورة في العالم حتى مع انتركة الدورة الأسباني بالأمس وأول أمس برشلورة عادل وريال فاز مبارح الناس ما حستش لأن الناس كلها يعنيها على دورة الإنجليس صحيح طبعا منشكر حضراء الجزيز شكر الأستاذ محمد جمال الناقض الرياضي نورتنا في صباح خليم شكرا جدا لكم